السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة اليوم فيها مواضيع جد متنوعة ستكلموا أولا على الأزمة ذي الباسبورات اللي كانت في إيطاليا مواعيد جد طويلة والكوستورات لاقين مشاكل درجة أنهم كيف تفتحوا حتى في السبت وحتى في الأحد ستكلموا على هذه النقطة وكيفاش الكوستورة ليفورنو عاونت عائلة من أصل المغربية تأخذ الباسبور ديالها في وقت واجيز ستكلموا كذلك على الجديد في الموضوع ديال الزلزال ديال توركيا العدد ديال الضحايا وصل 41 ألف شهيد الكونفيدرالي ديال الصناعة في توركيا كتتوقع أنه العدد ديال الضحايا عير في توركيا ببحدة غيفو تسبعين ألف ضحية والإنقاذ ديال أطفال وناس كبيرة من بعد سبعية منص قريبا على الزلزال يعني أخبار سبحان الله إخوان شبيهة بالمعجزة وغن تكلموا كذلك على النتائج ديال انتخابات اللي كانت في لومبردية وكذلك في لاتسيو أول حاجة اللي غن تكلموا عليها هو أنه النسبة ديال المشاركة كارتية أسوأ نسبة مشاركة في التاريخ ديال الطاليين كامل الناس اللي مشت صوتت قليلة وقليلة بزاف لإنهيار ديال حركة خمسة نجوم اللي جابت عير ربعة في المئة في لومبردية وغن تكلموا علش كل ينجح في واحد فقرة قصيرة كيف ما غن تكلموا يا إخوان على المينطاد الصيني وثلاثة ديال الأجسام طائرة غامضة اللي كانت يا إخوان في السماء ديال أمريكا واللي تم الإسقاط ديالها البارح وطب يتحل هذا الموضوع يا إخوان راح خالقوا أحد الأزمة ما بين الصين وأمريكا وكين شل ميت قالوا غنشرح لكم الموضوع مزيان في الفقرة يا إخوان غن تكلموا كذلك على الحرب أزمة بسبب بيرلوسكوني ومشاريع الأزمة داخلية انتم ما راكم معارف بيرلوسكوني دائما مع بوتين ولكن البارح خرج طول وعرض في زيلانسكي الرئيس الأوكراني وقال بلا أنه راك يدمر في البلاد دياله وفي الناس دياله وغن تكلموا على تقدم ديال الجيش الروسي في الأرض غنقول لكم المدينة اللي قرب منها وهو أشنوا واقع وفيما يتعلق بالأخبار ديال الجالية غن تكلموا يا إخوان على مواطن مغربي لدار حديثة سير مع عود العود توفع المواطن المغربي فيه خطر في حين أنه خبر آخر لك الدولة الصحف الإيطالية هو سوق التلميذ ديال واحد مدرسة إعدادية كان في رحلة مدرسية هو المدرسة دياله الأساسي دا من الطابق الثاني ديال واحد لوطيل وحاليا في حالة جد حريجة كيفما العادة كنبغي شكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة الناس الذين لا تشاركوا شكروا وصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان وسريعا سنتكلموا على الانتخابات الجهوية التي كانت في لومبردية وفي لاتسيو وأول أرقام وأول حاجة لتارت الانتباه ديال إيطالية كاملة هو الناس الذين شاركت في هذه الانتخابات طبيعا سنتكلموا يا إخوان على نسبة المشاركة نازلة ونازلة بثاف ومعمر هات جوج ديال الجهات ووصلوا لهذا النسبة ديال المشاركة بالتحديد كنتكلموا على أنه في لاتسيو النسبة ديال المشاركة ما وصلتش الربعين في المائة عير سبعة وثلاثين فاصل الجوج في المائة يعني في كل مئة مواطن سبعة وثلاثين هم من يمشوا تصوتوا أما في لومبردية النسبة فاتت ربعين في المائة ولكن هادو يا إخوان اللي كتشوفوا معايا النسب المشاركة الأسوأ في التاريخ ديال الانتخابات الجهوية في إيطاليا كاملة ودائما المشاركة كانت كتكون ناقصة في المناطق الجنوبية الناس ما كانت كتصوص بزاف الجنوب أما حاليا في لومبردية كتصوص الربعين في المائة هذا دليل على أنه المواطنين يعني بحلعيهم من السياسة ومن الوعود ديالهم وهذا الشيء كذلك عنده علاقة يا إخوان بعدم الريضة ديال المواطنين على السياسة خصوصا أنه غلاء الأسعار دياله بحاليا الناس بأطرابيه وبطريقة كبيرة بزاف كما كتشوفوا معايا إخوان الأسوأ نسبة المشاركة في التاريخ ديال الطالية هي التي تسجلت اليوم في الانتخابات ديال لاتسيو سبعة وثلاثين والجهات الأخرى رأى الكالابريا 2014، كالابريا 2020، كالابريا 2021، سيشيليا، بازيليكاتا وهي أغلبيتها مناطق كينا في الجنوب ما علينا؟ هذه الانتخابات بطبيعة حالي إخوان اللي فاز بها هو اليمين الإيطالي اللي فيه جورجا ميلوني، سالفيني، وسيلفي برلوسكوني وبطبيعة الحال في اللومبردي يحتفظوا على الجهة اللي كانت عندهم في ديالهم واللي كان رئيس هو فونطانا وفلاتسيو الجهة كانت في اليد ليسار ولكن تقلات يا إخوان إلى اليمين الإيطالي بطبيعة حال فونطانا كيعود يأخذ الرئاسة من جديد من بعدي إخوان الفترة الرئاسية اللي دازت اللي كانت كاريتية وكتبين على أنه الإيطاليين عندهم داكرة ضعيفة يعني فونطانا ذاك الشيلي دار في الحجر الصحية إخوان والتعامل دياله مع الأزمة الصحية كان كاريتي بكل مقاييس ومع ذلك كيصوتوا عليه إخوان كيف ما قدي تشوفوا معايا 57% ديال الناس اللي بشت صوتات يعني كنت تكلمي إخوان على النسبة اللي مرتفعة بزاف قرب من 60% في حين أنه ليسار الإيطالي والحركة خمسة نجوم في لومبردية تحالفوا وبجوجهم جابوا 32.25% اللي نقدر نقوله ليبل أنه المنهازم الكبير في هذه الانتخابات هي الحركة خمسة نجوم لأنه مثلا في لومبردية الحركة خمسة نجوم النسبة اللي حصلت عليها هي 4% علاش لأنه دائما ما كتحصلش على أرقام كبيرة بزاف في لومبردية بحكم أنه الخدمة كثيرة بزاف الناس ما محتاجاش الراديتو ديال تشتادي نانسا وما كتصوتش عليهم منذ يعني لوقيت اللي بانه وجابوا 4% في حين أنه استطلاعات الرأي كانت كتقول بلا أنه مرة عندهم 17 عندهم 18 ولكن في لومبردية الأرقام اللي جابوه كاريتية الحزب الديمقراطي اللي دار براسمية في هاد الشهر الأخيرة من بعد الانتخابات اللي طلعت في هاد جورجا مينوني كانت واحد لهزمة قوية باقي المدارو شرائز جديد ولذلك دار براسمية بحالة كأنه عير يا إخوان في واحد المرحلة انتقالية ومكان لحملة انتخابية ما كانت شي حاجة قدر أنه يجيب 21% ديالأصوات فيما يتعلق بالتارسو بولو جاب تقريبا 4% والسيد اللي كان يا إخوان قدم كانت عنده لائحة خاصة بها مراتي وحصلت على تقريبا 5% ديالأصوات فيما يتعلق بلا تسيولاتيو إخوان هاد السيد اللي رشحاته جورجا مينوني هوية محامي فرانشيس كوروكا قدر أنه يحصل تقريبا على 50% حاجة اللي هي مهمة واللي غادي نسيت ما قلتاش لكم هو أنه في المباردية جورجا مينوني جابت 27% تقريبا نفس النسبة المئوية اللي حصلت عليها في الانتخابات ديالشارت سعود وكتجيب كتار من لاليغانور ديال سالفيني وكتار من سيلفي برلوسكوني مجموعين سالفيني جاب 17% في الجيهة اللي دياله دائما ما كيحصل على 30-40% في هذه الجيهة حصل عليها على 17% في حين أنه فلاتسيو الأرقام كالآتي الحزب الديمقراطي قدر أنه يوصلي إخوان إلى 21.5% تقريبا بحالة بحالة لومبردية والحركة خمسة نجوم هنا يا إخوان ما كانت متحالفة مع الحزب الديمقراطي مشات ببحدها وحصلت على 90.72% يعني نسبة حسنة من لومبردية ولكن كتبقى أرقام كاريتية لحركة خمسة نجوم وحسن الحزب الديمقراطي ما محمرش الوجه ولكن على الأقل يعني الاستطاعات الرائية كانت كتقول عنده 15-14% حاليا نراه بقي شدي إخوان كيف مكان الحال وكين آراء ديال بعض المحلينين اللي تقولوا بلا أنه الحزب الديمقراطي حصل على هذا النسب المئوية لأنه بزاف ديت الناس ممشات صوتات وكمشوا الناس صوتوا بزاف ربما كانوا غاي صوتوا اليامين والنسب دياله كانت غادي تقلص في حين أنه لاليغا نورد في الجهة ديال لاتسو حصلت على 3% فراتيلي ديالي ديال جورجا ميلوني حصلت على 34% في حين أنه سيلفي برلوسكوني حصل على 5.8% وفيما يتعلق بأخبار الجالية كينعير خبر واحد وغضي نطرق له سريعا هو يتعلق بمواطن مغربي اللي عنده 57 سنة كيسكوني إخوان في جنوب إيطاليا وبالتحديد في البروفينشة ديالباري نهار 10 في شهر جوج يعني في الأيام الماضية تعرض إلى حالي تسير بعدما أنه صادم بواحد الحيصان واحد العود يعني كان غادي في الطريق سيك السيارة دياله من نوع فولتسفاغن توران هو والإبن دياله اللي كان لسحداه ولكن خرج لي عودي إخوان في الطريق لا يمكن أن يهرب عليه وغيكون واحد الاستيضام عنيف على إطر هذا الاستيضام غيمدك العود يا إخوان والمواطن المغربي غتجي لابلانس وغادي تنقلوا كودي شيروسو يعني كودي حمر يعني الحالة دياله حارجة وحاليا نراه في العناية المركزة الله يشافيه إخوان والله يرجع العائلته صحيح فصيح في حين أنه الإبن دياله كانت عنده عير جروح بسيطة ومتأثرش بزاف بهذا الحادث ارتبط حال حضرات الشرطة حضروا كذلك رجال الإسعاف وكذلك البيطاريين ديال لازل باش يحيدوا إخوان الجثمان ديال العود اللي توفى في هذا الحادث ديال السير الحادث سوقعاتي إخوان في الطريق اللي كينا ما بين بيتاتو ومودونيو اللي كينا في البروفينشا ديال باريزي في حين فخبر تاني واللي ما عنده تشي علاقة بالجالية المغربية ولكن خبر اللي اتطرقت لي العديد من الصحف الإيطالية وحاطينه من أبرز الأخبار يتعلق بالطفل طفل اللي عنده 12 سنة ألماني واللي جاء من ألمانيا هوية والزملاء دياله في القسم وكذلك الأساسي ده باش يدوزوا واحد العطلة فهل طواديجي يعني هذو كل رحلات المدرسية اللي كيسكون من الدماء وكيقدر الواحد يخرج من طال ين ثلث يام ونربع أيام وكيكونوا الأساسي ده وكل شي اللي غادي وقعي إخوان هو أنه ربما وكي نقول ربما لأنه التحقيق مازال مستمر بغي يضحك مع الزملاء دياله ودرال اللي تيقرغ معاه هو كيقرف الإعدادية غي بغي ينقز من البالكو ديال الغرفة دياله البالكو ديال الغرفة المجاويرة يعني باش يدخل عاد صحابه ويدحك معاهم وربما كين افتراض أنه صحابه يكونوا سدعي في البالكو ولذلك باش يخرج هو من البالكو ويدخل عندهم من الغرفة حاول أنه ينقز البالكو الآخر يدق على الزملاء الغرين ويدخل من عندهم لوتين المهم اللي كينو أنه فهد المحاولة دياله غادي طيح من الدوزيام والطيحة اللي غادي طيح الضصي إخوان كانت طيحة خيبة بزاف نسمعوها غادي لابيلانس وغادي كذلك إخوان لوكوبتير اللي غادي تنقلوا للمستشفى ديال بولتسانو الحالة دياله كانت جد حارجة في الأول داروا لي عملية جراحية ومن بعد موروا 24 ساعة للعملية الجراحية الآطيب بأتي يقولوا بلأنه الحالة دياله مازال صعيبة الزملاء دياله الأساسي ده بدو كيوجدوا الرحلة ديالة الرجوع إلى ألمانيا كلهم مصدومي لهادك الشريقة وبحكم أنه البوليس اللي كانوا في مدينة بولتسانو عند الشرطة الإيطالية الأغلب يريدون كي يتكلموا كذلك اللغة الألمانية ساعدتهم في التحقيق والتحقيق راه مازال مستمر باش يعرفوا واش اختياريا بغيدوا زمن بالكو إلى آخر أو أنه سدوا عليه وحاول أنه يدخل الفندق عن طريق تنقاز إلى البالكو ديال الغرفة المجاورة فهذا الفقر يا إخوان سنطرقوا الأزمة ديال البالون أو ديال المنطاد الصيني اللي كان يحلق فوق الأجواء ديال كندا وكذلك ديال أمريكا بطبيعة الحال الخبر وقع في الأيام الأولى ديال شهر جوج ولكن فهذا التلتيام الأخرى وهذا الشيء اللي شغنتكلم على الخبر أمريكا طيحة ثلاثة الأجسام طائرة غامضة ما عرفوا واش اشنو هي ولكن طيحوها لأنه كانت كتشك الخطر اللي كيني إخوان هو أنه حاليا الولايات المتحدة الأمريكية في البداية ديال الشهر كان واحد المنطاد اللي كانوا متبعينه كبير بزاف يعني ماشي صغير كبير بزاف وكان كيحلق فوق الأجواء ديالهم وحلق كذلك وطار فوق واحد القاعدة عسكرية أمريكية اللي فيها صواريخ نووية التهمة اللي موجهل الصين وهذا المنطاد راهديالها وإعطار فات وقالت بلا ولكن ديال الأرصاد الجوية كيعوننا باش ندروا التوقعات ديال الجو رطابية الحال فيما يتعلق بالتجسس الصين لأي دولة في العالم ما محتاجاش واحد المنطاد باش تجسس يعني غادي تتصور به يعني غادي تحتاجوا لأغراض أخرى لأنه باش تتصور مواقع اللي هي السرية أو قواعد عسكرية راهيك في الأقمار الإصطناعية لجميع البلدان عندها حتى المغرب راه عندو هاد الأقمار الإصطناعية واللي تقدر تصور لي كذلك واحد العملة نقضية مثلا أورو اللي طيح في الأرض كتتصوره بدقة عالية بطبيعة حال السؤال اللي غايت رح نفسه لذلك هاد المنطاد لليش كانوا كيستعملوه واشنوا الهدف اللي كان منوراه على حسب ما كيقولوا الأمريكان هاد المنطاد كانوا كيتجسوا به على الموجات ديال الراديو ديال العسكر بطبيعة الحال من بعد أيام الأمريكان قدروا أنهم يطيحوه سيفطلوا له طائرة عسكرية من نوع F-22 وتفرق أحده واحد الصاروخ ومن تفرق أحده شعلت فيه العافية ويطيح مشوش بدوهم اللي بحار بش يدور عليه دراسات ويعرفوا أشنو كان فيه بطبيعة الحال في هاد الأيام الماضية نهار عشرة نهار حداش ونهار اثناش يعني البارح ثلاثة الأجسام أخرى دائما طائرة ودائما غامضة محدوها شوش بالونات ولمنطادات كانت تحلق فوق الأجواء الأمريكية ولذلك أجسام اللي في هاد الحالة هاد ثلاثة الأخرين ماشي كبار بزاف بحل المنطاد الأول اللي كان كبير هاد الآخرين قالوا كبار قدهم قدوا واحد الصيارة من نوع الصغير أما المنطاد الأول را كان كبير بزاف وخصوصا هاد ثلاثة الأخرين كانوا يشكلوا خطر كذلك على الطائراء المدني لدرجة أنه بعض المطارات سدوهم علاش لأن العلول اللي كانوا يطيروا فيه من السلاح 13 ألف متر على سطح الأرض يعني من الساعة 13 كم على الأرض وهذا العلو بالتحديد هو اللي كيستعملوا الطائرات اللي كنقلوا السلعة اللي كنقلوا الناس باش يطيروا ولذلك كون مثلا شي طيارة جات فيهم كان غضي تشكل عليها خطر بطبيعة حالي إخوان من غير هات الشي اللي خصتكم تعرفوا كذلك هو أنه حاليا كي ناء بما يعرف وحد الحرب ما بين أمريكا والصين على الفضاء القاريب الفضاء القاريب هو وحد المساحة لتقريبا ما بين 20 كم على سطح الأرض و40 كم على سطح الأرض هاد المساحة بالتحديد حاليا كيتسارعوا لها الدول وربما الصين على حسب ما كيقولوا خباراء غربيين عندها طائرات أو بالونات متقدمة فيما يخص هاد المساحة بالتحديد ليه مساحة كتكون عالية على الطائرات المدنية اللي كتنقل للناس ولكن قل من الأقمار الإصطناعية يعني ما كتقل يستشي حاجة وهاد المساحة بالتحديد هي اللي كيطرو فيها السواريخ العابرة للقارات ومن المهم أنه وش دولاتكم تسيطر عليها والصين كتبين بلا أنه سابقة أمريكا الصين بطبيعة الحلقات بلا أنه في السنة الأخيرة عشرة البالونات من هاد النوع دخلوا لأجواء ديالها واللي هي بالونات أمريكية عشرة دخلوا وما طيحتهمش وبقات مراقبهم ولكن مع الناس على التشي حاجة وما دارتش أزمة ديبلوماسية كيف مالأزمة اللي كينا حاليا وبطبيعة الحال الخبراء كيتكلموا على وحد الصدمة ديالأمريكا يعني بحل الصين سابقاهم في هذا المجال وبطبيعة الحال ما تقبلوهاش كيف ما ما كانوش تقبلوه في السبعينات أنه اتحاد السوفياتي صيفت أول قمر إصطناعي في الفضاء بطبيعة الحال ثلاث الأجزام الأخيرة باقل ما قالوش واش بالونات ولا شي حاجة أخرى ولكن في نفس الوقت ما حدوش دولة ديالهم ماكي نسبوهم مش للصين حتى ينزلو غاديدروا عليمي إخوان دراسات وغاديددخل فيهم المخابرات وغايقولو ديال من دكش فهذا الفقرة يا إخوان سنتكلمو على الأزمة ديال باسبورات ديال طاليان باسبور حمر وماشي باسبور مغريبي ولذلك سنتكلمو ونرى كذلك ما قالو الوازير ديال الداخل يا بيانتي دوزي ونشرح لكم ما هو واقع اللي واقع هو أنه الناس مني تريد تجدد الباسبور ديالها إذا تأخذ الموعيد يتجد الموعيد مع الطلب بزاف ربما في بعض البروفينشات وفي بعض الكوستورات الواحد يدخل الموقع يجد أول رونديفو متاح يكون من هنا 6 من هنا 5 الوقت اللي تأخذ الرونديفو وكذلك يدفع الباسبور ديالك لا تخرج لك في الوقت اللي هو قانوني ما كيف يفوتوش معك شهر ولكن المشكلة كان في الرونديفو وكذلك تجد مع الطلب بزاف هاد المشكلة يا إخوان كانت تعاني من رجالي الإيطالية خارج الطاليان ولكن حاليا ولو كيعاني من نحتن الناس اللي هنا في الطاليان والأسباب رأها كثيرة السبب الأول وكيف مشرح الوزير الداخلية وأنه من بعد الخروج ديال بريطانيا من التحاد الأوروبي في البريكسيت ولو المواطن الإيطاليين إذا بغوا يبشيو لندن ولو بغوا يبشيو الواحد المدينة بريطانية ما بقعتش كافية هم البطاقة ديال التعريف اللي كان تقدر تسافر بها وتقدر تسافر وفي الفترة ديال الحجر الصحي الناس كانت تسد عليها في المنازل ما كتخرج من المدينة ديال فما بالو كتخرج من البلاد ولذلك كل شي كان قال ستشي واحد ممادي في الوطائق ديال لو قايت اللي بغوا يسافر كي يشوف البصبور وفق سنين دفعه عير السنة الماضية سنة 2022 البصبورات اللي خرجوا في الطاليان رأهم يا إخوان كما يلي مليون 816 ألف يعني كنتكلموا على تقريبا جوش المليون ديال البصبورات في سنة وحدة أي ما يعادي 151 ألف البصبور في الشهر اللي هو واحد الريتم طالع وطالع بزاف بطبيط الحال كيف ما غدي تلاحظ معايا بعد الكويت سورات وهدي كذلك من الأوامر اللي عطاها الوازير بيانتي دوزي هو أنه بدأت تدير حتى السبت والأحد بدأت تفتح مثلا هذي الكويت سورة الرافنة غدي تفتح السبت والأحد 18 و19 وهذا خبر عرضية التيام الخبر البارح بوردينو نتيج غدي تفتح في السبت والأحد آس تزيد الموضافي اللي خدام عندها غدي تضوب لهم وغدي تدخل البلدية الكوبرى اللي تابع لها فهات الشي دي الباسبور ولذلك بدأوا يقلبوا على حلول لكي يفكوا هذي المشكيل ناهيك على هذى المتدررين الاخرين هم هاي إخوان لاجونسات دي السفر يعني وكالات الأصفار اللي على حسب ما تقول لكم في درالية دي لهم اللي ضاع عليهم تقريبا في هذه الأشهر الأخيرة هو 150 مليون دي الأورو كتار من 150 مليار مغربية وبالك دي اللاجونسات من السولوهم يعني 40% من هم قالوا بلا انهم شاول لهم عشرة الرحلات اللي ضيعوا بسبب هذي المعطلين غتقول لي كيف كي جاع عند مواحد بغي يدير واحد السفر الى الخارج ايطاليا ربما يقدر يكون في بريطانيا ربما في المغرب او مصر او دول من العالم و الوقاية التي تقرر بالرحلة دي الهم يقول لي سمحوا لي لم بقيت غادي لم خرج في الوقت ولذلك اضع لي الرحلة والوكالة دي الاسفر كتار ان تضع عليهم الفلوس 40% دي الوكالة الاسفر قالوا بلا الرحلات التي ضع عليهم ما بين 10 حتى 30 رحلة وكين 11% اللي قالوا الرحلات اللي ضع عليهم كتار من 30 رحلة فهذا الاشهر الاخيرة ولذلك الناس تقصحات يا اخوان هاد لاجونس ووكالة الاسفر اما فيما يتعلق هذا الخبر اللي اشترقت للي اليوم وهي رأى كل اخبار جديدة لان الكويستور لي فورنو لان تعال عائلة ومشو عند الكويستور لتصبقوهم وداروا معهم المزيان وعطوهم الباسبورات سريعا وهكما سيحرموهم من الاحتفال بالعيد الميلاد هذا حساب لا تقول الصحف الايطالية لان اخوان عربي نكون واقعي معاكم ربما العائلة مغربية عربي قالت لهم سبار بغير محتفل بعيد ميلاد ورما لم يكن لعيد ميلاد لولو وربما يقدر يكون صحيح لان كيف ما تذكر صحف ايطالية اخرى هو ان الكثير من الناس يجعل واحد القالب اشنا هوية لوقيت اللي كتبغي تدفع الطلب جديد الباسبور ديالك او بغي تدفعه جديد ولو كيشري من بعض المواقع مثلا الشركة رايانير واحد الرحلة جوية التي تقدر تكون قريبة والثمان ذيالها ناقص تكون 20-30 اورو تأخذ البيئة كالطبعه و تدفعه في الملف ديالك لو قيت الكوستورة تشوف لان انت عندك واحد البيئة قريب بزاف رايك تسبقك بحركة نقص الفينا ب20-30 او الناس اللي عندهم امور عاجلة خدمة او انه يجب الصحة و اللي كان فيما يتعلق بالازمة ذي الباسبور فهذا الفقر سنتكلم على الجديد الحرب الروسية في اوكراينا و طبية الحال ما يمكن لنا الا اننا نبدأ من الكلام سير بلوبرلوسكوني اللي خلق واحد الجدل كبير على المستوى السياسي ماشي عار في ايطاليا ولكن على المستوى الدولي والكلام ديالو القى انتقاد لم الاتحاد الاوروبي لكذلك من الرئيس تزيلانسكي ومن الدولة الاوكرانية اشنو قال البارح سيلفي برلوسكوني من بعد ما انه مشا صوت لانه ساكن في المباردية وكانت الانتخابات الجهوية مني خرجت القولي الصحافة وقال ما يلي قليم انا يكون كنت الرئيس ديال الحكومة يعني في بلاس جورجا ميلوني حيط جورجا ميلوني عنده مسؤوليات كبيرة في ذلك الشركة يوقع في أوكراينا يضمر في الجيش ويضمر في بلاده ويضمر في الناس دياله وكان ربما يكفي انه ميبقاش يهاجم على هذو جوج ديال الجمهوريات المستقلات تتكلم على لوهانسك والدونيسك وكل ما هاجمه مكانش غلي تكون هاد الحرب كاملة التي تخرب بلاده ناهيك على هذو قليم الحرب اشتسالي خسر رئيس الامريكي جو بايدن اعيط ليه ويجره مني يدوي يقول لي شوف انا مساعد انني نبلي لك البلاد ديالك كاملة يعني غني نعطي تسعات المليار ديال الاورو او ديال الدولار بش بني اوكراينا بسبب هاد الحرب اللي وقعت فيها ولكن خصك تحبس الحرب سريعا انا ما غنبقاش نعطيك الفلوس او نمو لك الحرب ديالك او نعطيك اسليحة ولذلك بغايت يتصلح بلادك انا موجود بغايت يتكمل في الحرب كمل فيها بوحدك وهذا الشيء يجعل انه ديالانسكي يحبس الحرب بطبي نقدر لأنه بيرلوسكوني يعني ما قالوا الاوكرانيين هاد الخرج الاعلامية ديال سيلفي بيرلوسكوني ما هي الا اعلان على الوافاء دياله الى بوتين يعني بحالة يبوس لي هيدو وهاد شي قالوا هما بيرلوسكوني كيبوس لدين البوتين وبوتين رأي ديه كلها عام ردم من صبعان حتى المرفق ولذلك هذه الصورة اللي قالت الحكومة الاوكرانية بعيدا على هاد شي اخوان مسؤولين في الحكومة الايطالية وكذلك من اتحاد الاوروبي رفضوا انهم يعلقوا على الكلام ديال سيلفي بيرلوسكوني وقالوا بلا الكلام اللي كيهمنا هو اللي كي تقول جورجا مينوني والرأي ديال جورجا مينوني والقرار رصد ديالها راها واضحة للغاية مئة في المئة مع زينانسكي ومع الشعب الاوكراني يعني ما يحتاجوش لعلقو الكلام ديال سيلفي بيرلوسكوني اللي ماشي هو الرأي ديال الحكومة فيما يتعلق بالحرب الحرب وكيف ما يقول اخوان حلف الناطو يعني ما غادش في الاتجاه اللي باغي الغرب لانه الجيش الاوكراني يتكبد خصائر كبيرة مشات ليه مدينة اللي كتبعد ثمانية كلمتر على شمال بخموت بخموت هي المدينة اللي 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 هي استراتيجية وهذه الشهور والأوربعة هم ما يتضرب عليها وهي عين مدينة صغيرة ولكن ملتقة للطرق ومهم بزاف واللي اخداها من ناحية اللوجي السيك الحال ديال لدي تتحسن المهم حاليا مدينة اللي قرابة منها خدوها الفاغنر اللي هم اخوان واحد الكاتيبة بريفي خاصة مش يتابع الجيش الروسي ولكن تخدم لصالح الجيش الروسي خدوها وربما يكون واحد الانسحاب استراتيجي من الأوكرانيين لأنه الأوكرانيين كيتكبدوا خسائر كبيرة وصراحة الخسائر كذلك عند الجيش الروسي كيف ما يقول حرف الناتو كلاحظوا بلا أنه بوتين كي صيف وحد العدد كبير ديال الكتائب العسكري وعدد كبير ديال الجنود لأنه ما عندوش الكاليطي يعني ما عندوش الجودة في الجيش دياله كي يحاول أنه يلعب على الكمية ولذلك ناقص الجودة كنصيفة كمية ديال الجنود كتار ستكون عندي خصائر كثيرة ولكن سنقدر أن نقضي الغارات ديال بطبي الحال هات شي لي واقع حاليا فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بأمور أخرى فرنسا كتعلن وكتطلب من المواطنين ديالها أنهم يغادروا بلا روسيا وكتقول لهم خرجوا بالبلاد وكذلك أمريكا كتقول جميع المواطنين الأمريكيين أنهم يغادروا سريعا روسيا وما يبقوا فيها وتعليقا على هذا الأمر المتكلم بالاسم الكريملين قال بلا أنه أمريكا دائما لم يكن تدير هذه الإعلانات لم يكن أول مرة تطلب من المواطنين ديالها أنهم يخرجوا من روسيا وهذا الشرع تعودنا عليه في حين أنه وهذا آخر خبر حلف ناطو غدا في مدينة بريكسل سيحاول أنهم يدارسوا الأمر لأنهم يعطيوا طائرات حربية إلى أوكراينا هذا هو المطالب الكبير الذي كان عند زيلانسكي من بعد الدبابات يعني هذا التانك سيحاول أنهم يدارسوا الأمر لأنه يعطيوا طائرات يعني النقاش سيبدأ غدا وربما من هنا يروح تلتشهر إلى أربعة شهر سيقول ومن جهة أخرى حرف الناطو يقول لك سننسرع اللوجيسيك لكي نصيف الأسلحة إلى أوكراينا لأنه كلما نسرع كلما سنقدر نقض الحياة المواطن الأوكرانيين إلا تعطينا هذا تعطينا سيكلفنا بزاف الخسائر في الجنود وكذلك في المدنيين وفيما يتعلق بالزلزال المضمر لضرب توركيا وكذلك سوريا سننشوف الجديد الأخبار وكذلك نلاحظ بلا أنه الأخبار الأغلبية كتصلي من توركيا في حين أنه من المناطق السورية الأخبار التي تصل قليلة وقليلة للغاية ومن التي تصل من مؤسسات كبرى ياليونيسيف يالأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية أو من الحكومة السورية الأول حاجة التي سنتكلم عنها هي الصور التي جاءت من الأقمار الإصطناعية من بعد أسبوع تقريبا على الزلزال على حسب ما تيقول العلماء وعلى حسب الصور الأقمار الإصطناعية الأرض تحركت بربعة متر يعني كناك نقول ثلاثة ولكن ربعة ربعة متر ره شيء كبير وكبير بزاف باش تحرك دولة على قدها ره يعني صعيب وصعيب للغاية بطبي الحال الحال الناس قلب لأن الحال كاريتية والأغلب الناس يعني كين لسيستماوهم وحطهم في الخزانات وحطهم في الخيام ولكن الأغلب الناس ما زال عايش في الزنقة ومن بين المشاكل للقاتم هو أن في الليل درجة الحرارة تنزل تحت الصفر وهما يجب صعوبة لكي يخدم في الجو ناهيك على هذا الناس اللي عايش في الزنقة قال لك على الأقل قال بالله أن ونوقات اللي بشاو الحكومة أو السلطات المحلية أعطيتم واحد العمارة اللي مشكلة من السبع للطوابق قال لهم هدو هدو هنراكين 35 ونديل الناس اللي هما ما عرف ان هم شوش حيين ونميتين خاصهم يا إخوان يحفروا طابق بطابق لأنه يعني يبقى عرس ملاصق على السقف كل شي تعجن يجبدو بعض الناس أول حاجة العدد ديال الضحايا فطور كيراكي يصار 40 943 يعني تقريبا 41 ألف ضحية 41 ألف شهيد الله يرحمهم في حين أنه في سوريا ركن تكلم على 9300 فيما يتعلق بالناس اللي عتقوا عتقوا واحد السيد اللي عنده 35 عام من بعد 7 و 9 ديال السويع لقاه مازال الحي في حين أنه سيدة أخرت هي إخوان عنده 70 سنة من بعد 7 أيام و 10 ديال السويع جبدوها مازال حية و كذلك طفل اللي عنده 6 سنين من بعد 7 أيام و 10 تسويع تهي مازال حية و طفل آخر اللي عنده 12 عام من بعد 7 أيام و 14 ساعة جبدوه مازال حي وبقوا في المحافظة ديال هاطا يعني إخوان راشا بيها بالمعجزة أنه الواحد يبقى في جول اللي هو يبارد بزاف درجة الحرارة كتنزل تحت الصيفر في الليل و مواكل مشارب و يبقى حي رحمة ديال الله في حين أنه الناس اللي ترحموا عليهم و حاجة أخرى اللي كنبغين أكد هو أنه الكوم فيدرالية ديال الصناعة في توركيا على حسب التوقعات ديالها قالت بلا أنه الأضرار ديال المالية ستكون في حدود 84 مليار ديال دولار قيمة مالية كبيرة بزاف في حين أنه العدد ديال الضحايا بالنسبة لهم و عرف توركي بحضة و ربما سيفوت 72 آلف ضحية و كيف مات يعود إخوان رجل المطاف اللي بريس قبل قال بلا أنه المدينة اللي كنا فيها ما كان مبنى واحد ما تضرر جميع المباني تضرر و صارحة الفيديو وات إخوان رأكم شفت ورأهم فيديو وات صارحة صادمة وما زلك العلي أنا يوم ما زلك نشوف هم والواحد تشوف مرة يقول سبحان الله هدك الشريقة